عام دراسي جديد في العراق تبدو ملامحه أكثر قتمة مع دق ناقوس الخطر بوصول قطاع التعليم في هذا البلد إلى مرتبة متدنية على الأقل بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 11 مليون تلميذ وطالب التحقوا بمقاعد الدراسة في نحو 20 ألف مدرسة في البلاد في خضم صراع سياسي يتصاعد وأزمة اقتصادية تتفاقم نهيك عن تفشي جائحة كورونا عقد من الصراع بين الأحزاب في العراق دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة حيث أن هناك اليوم ما يزيد عن ثلاثة ملايين طفل عراقي خارج المدرسة بحسب منظمة اليونسيب علامات تدهور قطاع التعليم تظهر جلية في أوجه عدة منها انخفاض التخصيصات المالية لوزارة التربية التي لم تتجاوز 6% منذ عام 2003 من الميزانيات المقررة ميزانية التربية في عام 2021 مثال على ذلك حيث لم تتجاوز 2.5 تريليون دينار من أصل 128 تريليون دينار أي أقل من 2% من إجمالي الموازنة أما عن المدارس التي تحتضن التلاميذ والطلبات اليوم فعدد منها آيل للسقوط وأكثر من ألفين مدرسة منها مبنية من الطين تنتشر في محافظات العراق وخاصة الجنوبية كذلك أكدت اليونسيف انخفاض النمو في العدد الإجمالي للمدرسين وعدد ونسبة المدرسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية موقع موديرن ديبلوماسي الأمريكي توقع بدوره أن ينخفض مستوى التعليم أكثر في العراق بسبب تأثير وباء كورونا لافتا إلى تقرير جديد للبنك الدولي أشار فيه إلى أن العراق بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للاستثمارات في التعليم لاستعادة المستويات التعليمية المفقودة وهذا ما جاءت به مجلة فورن بوليسي الأمريكية التي أكدت الأداء الضعيف للعراق في ملف التعليم مرجعة ذلك إلى تهالك البنية التحتية للمدارس وفشل تجربة العراق التعليمية عن بعد ترجمة نانسي قنقر